أبدأ معك من المشهد الضبابي الذي كما أو كما وصف من قبل بعض على الساحة السياسية العراقية ولكن إلى متى؟ تحيطي بلكم في الحقيقة الوضع السياسي وبالذات الوضع السياسي الشيعي ما زال فيه توتر متبادل بين الإطار والصدر وما يقلق الإطاريون هو عدم رغبة الصدر في اللقاء بأي من الوسطاء حتى هذه اللحظة وأيضا لا توجد تغريدات كما اعتاد عليها الجميع تعبر عن وجهة نظر السيد الصدر أيضا الإطار التنسيقي ليس موحدا بعد انضمامه إلى الاتلاف السابق الذي كان يضم السيد الصدر هناك يبدو خلافات بين من قبل حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق وبين وهاد العامري وقوى أخرى في الإطار التنسيقي وبالتالي هناك قلق أيضا يساور الإطار زائدين يبدو يوم أمس أعضاء من البرلمان السابقين من التهار الصدري قدموا طعن للمحكمة الاتحادية باعتبار أنها ردة الطعن السابق لأنه ليس أصحاب المصلحة الذين قدموا وبالتالي هناك حديث وراء الكواليس ربما سيتكون هناك جلسة لإعادة التصويت على إقالتهم من عدمها هذا أيضا أمر مقلق معناها سيكون هناك خلاف مع الإطار التنسيقي في هذا الأمر وهناك حديث عن وساطات ربما سيقوم بها سيد الحلبوسي والبارزاني طيب سيد فلح هذه الوساطات ليست بالجديدة يعني كان هناك مبادرات عديدة من قبل شخصيات سياسية عراقية في السابق لإرغام أو لدعوة الصدر على الجلوس والتفاهم والوصول إلى حل مع الإطار التنسيقي لإعادة هيكلة البيت الشيعي ولكن لم تفلح تلك المبادرات حتى الآن يعني أنا في تصوري هناك دخول يبدو للمرجعية بالنجف وهناك تلميحات بأن من جعل السيد الصدر ينسحب من المنطقة الخضراء هو اجتماع مع المرجعية في النجف في يومها مما أدى إلى الانسحاب أنا أعتقد الصدر الآن يمارس أقصى درجات الضغط على الإطار التنسيقي للحصول على أكبر عدد من المكاسب في العملية السياسية لأنه أيضا لا يريد أن يكون بعيدا عن العملية السياسية ويخسر شارعه عن أي مكاسب هنا تتحدث وتقصد سيد فلح؟ يعني هناك سقف من المطالب وضعه سيد الصدر السحب السلاح محاربة الفساد يكون هناك وفاق وطني حقيقي برنامج حقيقي طبيعة العلاقة مع دول جوار العراق كثير حقيقة من المطالب والإطار التنسيقي أبدأ أيضا استعدادة لمنحه نصف وزارات الوسط الشيعي والتبالغ 12 وزارة ستة وزارات يمنح لأن الإطار أيضا يخشى ويقلق من التظاهرات التي ربما يدخل على خطها سيد الصدر طيب كيف قرأتم رفض البرلمان العراقي في الأيام القليلة الماضية؟ استقالت رئيس محمد الحلبوسي وما الغاية من هذا الرفض؟ برأيكم حقيقة هذا هم معتبروه انتصار ولكنه في الحقيقة انتصار لحليف الصدر هم يريدون أن يتعاملوا مع وسط سني وحده رجل واحد وسيد الحلبوسي هذا هو الرجل وإعادة التصويت ورفض الاستقالة مبني على فكرة أنهم كانوا قدم مجموعة من الطلبات التي تهم المكون السني وتم الموافقة عليها والتوقيع عليها من قبل أعضاء قيادات الإطار التنسيق وكذلك الكرد فحقيقة الخيارات أمامهم صعبة جدا ليس أمامهم إلا التجديد ويبدو أن سيد الحلبوسي كان فاهما لهذه القصة لذلك أرغمهم على إعادة التصويت له طيب لكن الكثير من المراقبين والمحللين عللوا هذه الخطوة برفض البرلمان العراقي استقلت الحلبوسي ربما تأتي في صالح الوصول إلى اتفاق وتوافق والخروج من هذا المشهد الضبابي الذي تعيشه العراق اليوم هو ليس أمام الإطار التنسيقي اللي هو العقدة الأساسية حقيقة في المشهد ليس أمامه خاصة وأنه غير موحد أولا يحاول أن يحافظ على وحدته قبالة الصدر اثنين يحاول قدر الإمكان أن يضيف له الموقف الكردي والموقف الكردي لم يكن سهلا أبدا بالمطالب التي قدمها وانتزع كثير من الحقوق تم التوقيع عليها من قبل الإطار التنسيقي الإطار التنسيقي أيضا يحاول أن يطمئن المجتمع الدولي من خلال برنامج البرنامج الذي قدمه السيد محمد الشيع السوداني لكن هذا الأمر حقيقة مرهون بموقف الصدر الذي يرفض حلفاء السابقون من الحلبوس إلى مسعود بارزاني إلى الأمم المتحدة إلى المجتمع الدولي الكل يطلب أن ينضم السيد الصدر لهذا المشهد ولكنه بالضبط ولكن الصدر كان واضح أماما في مطالبه على ما أعتقد سيد فلاح محمد الشيع السوداني هو الإسم الذي لا يريده الصدر أنا أعتقد أن الإطار التنسيقي يناور بمحمد الشيع السوداني وليس بالضرورة أن يبقي عليه ولكن يريد أن يستفز السيد الصدر خاصا الشوء الذي قاموا به لمحمد الشيع السوداني وهذا المشهد يذكرني بسيد عدنان الزرفي الذي كان مرشح لرئاسة الوزراء ومحمد توفيق علاوي الذين لم يحظى بهذا المنصب ثم ذهب الموضوع إلى شخص آخر أعتقد هم لا يريدون أن يقولوا أن ليس لديهم مانع في بقاء الكاظمي لدورة مقبلة ولكن يحاولون الضغط بسيد محمد الشيع السوداني لكي يجبرهم الصدر على الكاظمي باعتبار أنهم ليس لديهم مشكلة حقيقية مع سيد الكاظمي لأنه لم يضربهم ولم يعتقل ولم يفعل شيئا صعبا لهم طيب بالحديث عن المظاهرات التي من المفترض أن تنطلق غدا وذلك إلي حياء ذكرى انتفاضة أكتوبر عام 2019 برأيكم هل سوف تتغير هذه المطالب عن الأعوام السابقة أم أن هذه المطالب ستبقى كما هي وبرأيكم أيضا كيف من الممكن أن تنعكس كل هذه التحركات السياسية التي شهدها العراق مؤخرا على تلك التظاهرات الحقيقة التظاهرات غدا سيكون لها زخم ولكن هذا الزخم سيعتمد على مدى دعم التيار الصدري لها باعتبار أن التيار الصدري إذا دخل التظاهرات ستكون هناك مهابة من قبل القوى السياسية أو من قبل حتى قوات الأمن من التعامل معهم بعم هذه التظاهرات سينضم لها كثير من العراقيين الذين يعتقدون بأن هذه الطبقة السياسية لم تقدم لهم ما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم استمرار التظاهر سيعتمد على دخول التيار الصدري سرا أو علنا إلى هذه التظاهرات من المتوقع أن يشارك التيار الصدري في هذه المظاهرات أنا أتوقع ذلك وحتى ربما ستكون هناك إشارات إعلامية لهذا الأمر كورقة ضغط على الإطار التنسيقي خلال الفترة المقبلة وعكس ذلك أنا أتوقع سيستمر التيار الصدري في دعم هذه التظاهرات وسيشترك بها وسيكون لها شكل آخر طيب سيد فلح في سؤال الأخير إذا ما تحدثنا عن التغيرات التي وقعت عقب انتفاضة أكتوبر 2019 ما الذي يمكن أن يقال في هذا الصدد؟ حول المطالب هل حققت المطالب المتظاهرين منذ عام 2019 إلى اليوم؟ كلا هو حتى السبعمائة ضحايا التظاهرات حتى الآن لم يكشف النقاب عن من قتلهم وحتى الجرحى لم ينالوا حظهم من الرعاية الصحية فبالتالي حقيقة القصة ليست هكذا لم يحصلوا على أي شيء باستثناء انتخابات مبكرة هذه نتائجها التي نجنيها الآن داع الشهر وهي اسمها مبكرة ترجمة نانسي قنقر